بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزي المتابعي قناتي على اليوتيوب والتليكرام طبعا حنحكي اليوم عن تحليل البيتكوين كاش على بالنسبة للشهر الجاي طبعا بالنسبة للبيتكوين كاش بالنسبة للبيتكوين كاش ان شاء الله تعالى اهدافه تمام حتى بداية جون يونيو تمام يعني تقريبا باقي حوالي 3 اسابيع 4 اسابيع 5 اسابيع حاليا البيتكوين كاش تمام اللي عنده بيتكوين كاش ممكن يحتفظ فيها تمام احتفاظ فيها very safe لانه احنا تمام كاسرين هاي المنطقة هاي القمة اوكي كاسرين هاي القمة وان شاء الله تعالى متجها طبعا حاليا متجها باتجاه 1965 هون منطقة هاي هتشكل الدعم قوي فبس لناخد يلي محتفظ البيتكوين كاش يضل محتفظ فيها حتى الاسبوع الاول من يونيو مع اهداف منطقة 2600 و 2800 و 5 طبعا عنا منطقة 1965 هتكون منطقة مهمية اللي حابب يدخل استنى سعر بس لا يوصل عند منطقة 1965 لو حصلت صحيح منها تمام بعدين اعادة كاسر لفوق يدخل مع اعادة الكاسر حيكون هدفه 41 بالمئة من محفظته حيطل عند ال 2600 و 2805 بالاسبوع الاول من شهر يونيو 2016 طبعا هاي هي حتكون الفرصة الوحيدة هاي سنة انه انت تعمل الفلوس بعدين منا هيكون بشكل عام الاتجاه الجانبي او يميل الى حدوث تصحيحات لهي الارتفاعات اللي راح تصير فحاليا هاي هذا تحليل بيتكوين كاش خلاص انت هنا النقطة الثانية يا شباب بالنسبة للصفقات حاليا اه الافضل تمام الافضل انت انه تختار منطقة الدعم قوية مثلا 1965 هاي المنطقة تشوف هون تسلوك السعري بس تلاقي اختراق لفوق تقوم داخل معو ومحتفظ بالصفقة خلال هالاربع اسبيع البقيانين او خلال هذا الشهر طبعا اه النقطة المهمة انه في شباب عم يدخلوا كل يوم خمس او ست صفقات او سبع صفقات باليوم هذا الدخول والخروج الكبير للاسف تمام انت كل صفقة حتخاطر فيها برأس ما لك مثلا خمسة او ستة بنمية فبنهاية او حصلت الشهر طبعا مثل البيتكوين والاثيريون طبعا اشترينا اشترينا اه امس اه مو امس اول امس تمام فاحنا اه اشترينا فبتلاقي يتطلع هابط صحح بيرد بيرشع بياخد لك التريند هابط مرة تانية فبجميع الاحوال هاي الاشياء انت عم تشوفوها تمام هاي الاشياء انت عم تشوفها هي كلها عبارة عن تصحيحات تمام فاصرت يمكن المرة المليون باولى تمام التريند هيستمر معك فترة زمنية طويلة مثل هذا التريند لاحظ حصل معك تصحيحون هذا التريند هابط حصل معك تصحيحون 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 اوكي حصل معك تصحيح تصحيحين التلاتة اوكي فهذا التريند ما زال اتجاهه هابط اوكي فهون هاي المنطقة طبعا هون كان كلمة التريند يطلع شوي الناس اللي بتندخل شراء التريند تغير طبعا المنطقة الزمنية مو هاي كانت المنطقة الزمنية هون بابريل اوكي بابريل المنطقة الزمنية انه يتغير الاتجاه انه يتغير الاتجاه فالتريند هيضل معك مدة طويلة يعني حتى هون هاي المنطقة اوكي هاي المنطقة هاي من هون هاي المنطقة تقريبا من هاي المنطقة حتى هاي المنطقة طبعا هذا شرط الاثيريوم هو اكزامبل على التريند عندك تريند هابط عام اه تمام دخل اه من 12 مثلا يناير حتى ابريل تقريبا حوالي اربع شهور اوكي تقريبا حوالي اربع شهور معك انت تريند هابط فشايف دخول بهي التصحيحات فناخد مثال هون هذا التصحيح لاحظ الترند حبط حبط معك يومين رجع السرق طلع هاي المدة الزمنية طلع حوالي عشر تيام العشر تيام كلاتهم مهنة كافين لتغيير الاتجاه ما ادروا ان تغير الاتجاه وضل تمام الاتجاه هابط فانت لاحظ صعود عشر تيام ما ادري يكسر حبوط يومين هاي شمع هاي شمع فهون تمام هذا الترند هابط انت اللي ببليت بالبيع في هاي الفترة ونسيت الصفقة تبعك وخففت ضغطها حالك تمام افضلك من انه انت تستنى عشر تيام بهي المنطقة لحتى الاثيريوم يطلع مجرد هبوط يومين فا فكلامنا احنا كلامنا احنا انه انه انت امشي مع الترند العام تسيبك متصحيحات اللي بتصير التصحيحات على الأغلى بحيكون عندك دخولات وخروجات تمام يعني انت مثلا تصعد بهي شمع اوكي هي شمع انا عكاسي الناس بل تغير الترند طلع وشمع الثاني الثالثة فانت الافضل لك تمام تمام انه هدول هبوط يومين بس فانت حتظل عشر تيام حتى انه هبوط يومين حتى تغطي هبوط يومين فانت لو ضليت مع الترند العام بالنسبة لك بيكون احسن تمام بيكون احسن فانت لو اخت سل عامل شرط على نصة خلال هدول الاربع شهور تمام فانت خلال هدول الاربع شهور اوكي حيكون افضل لك من انه انت عم تتعيب عصابك مثل هون مثلا هاي المنطقة في كتير الناس بتدخل فيها وهي اساسا تمام عكس الترند العام بتفخليك مع الموجة الكبيرة تمام وخط صفقة تمام طويلة المدى احسن ما عم بتدفع عمولات على كل صفقة بالاضافة انه انت تمام الدخول والخروج الكبير تمام انت لو دخلت مئة مرة اوكي انت عندك احتمال احتمال تكون غلط مثلا لو انا عملت مئة دخول خلال اسبوع اوكي عندي احتمال انه اخسر ممكن تخسر المئة محاولة كاملين ممكن مئة بالمئة جميع محاولتك تكون خاصرة اوكي دخلين نقول تمام هاي النقطة اوكي لو دخلت انا دخول واحد فانا عندي احتمال واحد فقط اما الصفقة هاي طويلة المدى اللي محتوى مصفية اما تتعيب عم تتعيب اوكي عندك نقطة جدا مهمة تمام بتاخدها انت مثلا مثلا هون هاي المنطقة البيتكون كاش ما رح يهبط الا لو كسر هاي المنطقة لو ممكن نزل يعمل تصحيح لهاي المنطقة بعدين يرجع يطلع لفوق فانت استنى صار لما يصحح مثلا كسر لك هاي المقاومة اللي فوق فانت اطلع معه دخول كمل مع الترنت العام تبعك بتعرف انه انت احتمشي مسافة بعيدة نزل هبط هون باتجاه هاي المنطقة تمام عندك هذا دعم وهذا الدعم الاهم منه لو كسرنا هذا الدعم فان احنا عاطين تغير الترنت فانت شايفو حالي عم يهبط استنى مثلا يصير حدوث تصحيح بعدين شمعة تنتين ساعتين وفوت مع الترنت العام وحط استوبلوزك اسفلون اول شي بتخفص ريسك ريشو على حسابك شغلة تالية انت عندك دخول واحد تمام محاولة واحدة ضرب معك استوبلوز كسر لك هذا خط الدعم بتعرف انه ترنت غير الاتجاه هابط ما في دعين انت كل اسبوع عم تدخلك مئة مرة فنفترض انه انت كل صفقة عم تخسرها فيها ما حقلك واحد بالمية نص بالمية فانت هتخسر تمام فتفترض انه انت دخلت مثلا مئة صفقة بالاسبوع بالشهر دخلت 400 صفقة اوكي لو انت عم تدخل فنفترض انه انت تمام طبعا في ناس بتنجح فيهم والاحتمال احنا عم نحسب على الاحتمال الاسوء فرضا انت خسرت 50 بالمية منهم يعني 200 صفقة 200 صفقة ضرب نص بالمية تمام يعني انت صفرت حسابك خلال تمام فترة شهر زمان هذا اللي بصير مع اغلب المضاربين فانتين ان انت تمسك اتجاهه وتضل ماشي معه هذا الموضوع افضل بكتير تمام من انه انت تمام من انه انت دخولاتك خروجاتك كل يوم هذا الشي الموضوع مثبت تمام انا اكتر من مضارب ماشيون هناث مع الاتجاه العام تمام ماشيين مع الاتجاه العام وصح ولكن에도 جئ مثلاً بعملل هبوط هاي شماع وكي طبع هاي المنطقة كان شكوك فيها جميع العملات انا هم هاي المنطقة فمثلاً مثل هون صار هذا الهبوط صار هاد الهبوط ممكن على هبط لهون ممكن ممكن وصل لهون لهاي المنطقة بعدين يقوم مرتد وصاعد لفوق اول شي انت حتفكر انه انت تدخل بيع شورت لو منصتك تسمح شورت الشغلة الثانية بس لتوصل لهون قديش انت حتعمل حتعمل 10% هون بهي المنطقة انت عملت محاولة واحدة فرضا على الاقل حتى تستكسب 10% من حسابك الشغلة الثانية انت بكون عندك صفقة شراء بتقوم انت قافلة بهي المنطقة كمان خسر لك مثلا 5-6% فانت هاد الهبوط الحتعمل 10% ما حيكون مجدي مثل ما انت تمشي مع التريند العام فانت التريند عندك صاعد استنى مثلا ليصحح واخده بعد ما يرتد منت صحيح مثلا عندك هذا الدعم حاليا وعندك هذا هو الدعم النهائي له وهبط تحت منه بتعرف انه خلاص انتهى التريند توعك هابط فحاليا هبط اوكي هبط انا عندي صفقة اقديمة ما بقفلها هون انا قفل الصفقة تبعي بقول تغير التريند عند هاي المنطقة تقريبا اسعار الستدمية فهذا غلط كبير اغلب المضاربين بيفوتوا صفقات كتير كل صفقة عمتها كله فنفترض 1% من حسابه اخر الشهر بلاقي حاله ومصفر ازا ما كان مديون تمام مع انه ماشي مع التريند العام هو بس عم يشتري كل ما هبط شوي تلاقي خاف وطلع فهذا الشي يعني اليوم كنا بنحكي فيه خلاص انت معك التريند عام صاعد خليك مع التريند العام صاعد انا عندي حاليا تحليل زمني بيقول 12 يونيو الى 9 يونيو حتكون قمم العملات الرقمية بعد منا حيكون انت جاه جانبي خاص وانتهى سوء العملات الرقمية هاي السنة اخر 6 شهر معت فيهم شغل مثل هذا الشغل الشهر يعني شغل الشهر هو حيعوضك عن شغل سنة كاملة فانا ما في داعي تمام ما في داعي ما في داعي انا ما في داعي انا دائما ادخل اطلع ادخل اطلع كلمة هبط سعر يا اخي خليك انت اوكي خليك ادخل من قاط مثلا فنفترضها لاي انقطة تمام فردن سعر كسر لك هاي المنطقة كسر لك هالدعم كان لازم ندخل فيها أنا ما دخل فيها لكن شاكك الموضوع فتمام فرجع السعر تمام رجع السعر كسر لك هاي المنطقة دخول بعد الكسر وحط الستوبلوزك أسفل عندك أنت ريسك على حسابك هاي المنطقة تمام كمنطقة تحوض خلاص سعر من ما أريده خليه رجع لك للمنطقة تبعك خليه معلش نزل لك شوي به هاي المنطقة انت عرفان الريسك تبعك مثلا 10% او 15% على حسابك انت هالموضوع هي صفقة واحدة خلاص كمل معه رجع طلي على فوق طبعا انت بتدخل بحسابك بالتبريج 10% 10% 10% وهكذا ما بتقود فيه بتحطه دفع واحدة بسوق انا فرضا داخل هون 10% سار ارتد سار امول ارتد فرضا 15% من اصل 10% يعني ارتد سار 15% سار حسابي قدي حصير تراجع فيه اذا انا داخل واحد بالعشرة تمام حصير 0.15 رجع سار هبط لهي المنطقة هبط عادي برجع انا بدخل معه لقيت والله فيه رجع كمل صعود بدخل معه تمام 5% ثاني باخد بطلع معه مرة ثاني رجع سار طلال صحح هبط كان في عندي دعم ثاني او مقاومة ثاني رجع سار ارتد منه باخد مرة ثاني تمام باخد مرة ثاني order شراء مرة ثانية من هاي المناطق فهيك بيكون تمام حاليا الهبوط ممكن ينزلي هبط لهي المنطقة بس هاد الهبوط ما بيعني انه عندك تشينج بالترنت بالدايركشن هاد الصعود بكل هالعزم القوي لا يمكن الغاءه بشمعة او شمعتين تمام اراء المضاربين والمتداولين تمام ما رح تتغير بشمعة او شمعتين بدك بالفعل هبوط قوي تمام من هاي المنطقة تمام اذا كنت بالترنت عام اذا تمام اذا كنت اذا كنت انا في اتجاه هابط فنفترض اجي حصل هبوط كسر لي هاي المنطقة لازم اكسر هذا القاع تمام بالنسبة لبيتكوين كاش حتى اقول ان انا اتغير لترنت لترنت هابط لازم اكسر هاي المنطقة لاسفل تمام ولاحظ هون في عندك مومنتيوم قوي فهي المنطقة حتحولت لدعم هاي منطقة الاتجاه الجانبي ف90% حيرتد صعيد من هاي المناطق لذا بالفعل كمل هبوط لهاي المناطق طبعا هون ممكن يضل حتى عشرة ايام مثل ما شفنا هون شايفين حطي غطي هبوط شمعتين صعود هاد الصعود اللي كان شمعتين ثلاثة اربعة خمسة ممكن يجلس لهون اسبوع ينزل لهاي المنطقة يرجع يعمل اختبار ويطلع تخيل من منظرك انت قافل صفقة الشراء تبعك رجع سعر الطلاع بالمقابل بس بسبب بسيط بسبب واحد بسيط انت ما استنيت على التريدي تبعك انت بترنت عام خليك مع الترنت العام خليك مع ال ديريكشن تمام في عندك نقاط مفصلية كسر هاي المنطقة خلاص اوكي انا بطلع من التريدي تبعي ادي خسر على 10 مية حسابي واتفر انا بنزل بعمل شارت تحت هاي المنطقة حينزل اختبار يهبط تحت هاي المنطقة حعمل 10 مية تبعي فحاليا تمام حكيت لكم انا شو نقاط الأساسية على البيتكوين كاش بتمنى يكون تحليلي مفيد لجميع نهاية الفيديو اتمنى جميع التوفيق واتحياتي عمال جان